اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبروك يا محمود ما تتصورش انا فرحتي قد ايه لما عرفت الخبر يمكن هو ده اللي شجعني النجيب ده لسه مجرد خبر ازايك يا محمود حضرتك شربت حاجة ايوة مرسي في خدمة اقدر اقدمها لك كنت فاكرا هتسألني عايشة ازاي عاملة ايه شيك او الفستان انا عارفة انك لسه مش قادر تفهم اللي حصل ارجوكي انا سابق قلتلك في التليفون مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني ده شيك انتهى حتى لو كان انتهى بالنسبالك فما انتهاش بالنسبالي انا تبقى مشكلتك لوحدك تفتكر انا اسف اما تم مرفت انا مضطر اتسافر بعد ربع ساعة عندي شغل مهم حرام عليك يا محمود لازم تسمعني انا اسمعت ما فيه الكفاية دي مرفت كانت عايزة لي معرفتش ومش عايز عرف مفتر المترجم للقناة 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 يا فنم اعتبر نفسك لوحدك انا ماشي واكدلك ان ما كانش اصدق دايلك انا زي حضرتك بعرب للمكان دا لما بحب اكون لوحدي مش حضرتك الاستاذ محمود صفود انا فنم انا اسفل يظهر حضرتك بتكتب رواية جديدة الحقيقة لسه بدور على فكرة رواية تواسيبك تفكر في روايتك تصبح على خير تصبح على خير صباح الخير يا استاذ محمود انا اسف مرة تانية اكون بيت حضرتك بارح لا ابدا يا تارى لقيت الفكرة كنت بتدور عليها الحقيقة في موضوع عايش كواه من زمان لكن انا متردد في كتابته متردد ليه يمكن عشان تجربة شخصية وابطالها عايشين معنا التجارب الشخصية تجارب انسانية خصوصا لما تكون للكاتب نفسه وخصار يحرم قراءه منها حتى لو كان خايف يظلم حد مفيش خوف خصوصا لما يعرض التجربة بصدق عندك مثلا جان جاكروسو في اعترافاته او اندري جيت في يومياته يعني انت بكلامك ده بتشجعيني فعلا اني اكتب بس خايف اني اظلم البطلة او اتجن عليها غريبة مع انك دايما بتتعاطف مع بطلاتك ومعودنا عن نهاية السعيدة انا مستعدك بالروادي بس بشأن ايه هو انك تكوني اول واحدة تقرأها قبل من شراء في كتاب عشان اعرف رأيك بس رأيي بالنسبة لك هيكون رأيي متواضع في الحكس انت حتكون صاحبة الفضل علي في كتابة الروادي ده شيئي سعيد اعنزلك بس انا انا معرفش اشوف حضرة التانية مش لما اتخلص كتابت الرواية بس اني حتاخد وقت كتير المهم ان اكتبت عزيز القارئ عزيزة القارئة موسيقى لماذا اعود الان لكتابة قصة حب هل الحب رواية اخيرة وهل بقي لانسان هذا العصر وقت يضيعه في قراءة قصة حب رغم قسوة ظروفه الاقتصادية واخبار الحروب من حوله والصراعات وجريه اللاهث وراء لقمة العيش وفرص الحياة النادرة وطغيان الآلة والاختناقات ويأتي السؤال هل للحب وجود هل يحتاج الانسان الى صدر حنون يلقي عليه رأسه بعد عناء يوم طويل مليء بالمشاكل والهموم وكثرة تبديل الاقنعة على الوجوه ينشد الحنان والدفق والحب ولان الاجابة نعم ولان الحب موجود ما دام للانسان وجود فانني اكتب هذه القصة بقولي يا ترى ايه اللي تم في الصدر ولا حاجة انت عدت من الاسباقية ذيما لقصة كبار الكتاب يعني على موم احنا نوين قصص عدد لنشر القصص الودباق الشبان وعندي اعمل كبير جدا ان قصتك تتنشر ان شاء الله حضرتك قريتها وعجبتني جدا ده فيها موضوع جديد بس انت عارف بقى يعني ان نشر القصة لكاتب جديد في جورنال كبير شيء مستهل عارف طبعا لكن انا مش حيئس برافو عليك هو ده اللي نعايزه منك او عتيس سكرتير التحرير عجبت الرواية وحينشرها في العدد اللي جاي ده خبر حلو الحمد لله سألت عن قصة البوتجاز رحت لقيتهم قفلين طبعا ده موضوع ما يهمكش انت لو تفكرش غير في الندوات والروايات وسكرتير التحرير لا انت نسيتي اهم حاجة ايه هي انت بتكلم جد شوية انا بتكلم جد وحياتك انت احلى حاجة في حياتي محمود انا بحس اني بفكر في مستقبلنا الوحدي وده بيديني احساس مش حال ما تقوليش كده وانت لما تبقي حرم الكاتب الكبير محمود صفوت مش هو ده المستقبل ايوة بس ازاي حبقى حرم محمود صفوت بالطريقة دي انت مش واسقة اني حبقى كاتب كبير انا واسقة وعندي امل كبير لكن ده امتى هيحصل لما يبقى عندنا خمسين سنة ايه خمسين سنة بدل ما تساعديني وتشجعيني عايزة تحطميني بالعكس انا بحلم اننا نكون سوا في بيت صغير فيه ابسط الحاجات ومكتب صغير ليك ساعت حتلاقيني جنبك بساعتك وانت بتكتب انا بقولش عايزة لا في اللا والعربي حاببتي شوية صبر وان شاء الله احلامك كلها هتتحقق النهاردة كان فيه اعلان في الاخبار طالبي المدرسين في الكويت ايه رأيك مش ممكن اسافر واسيب احلامي وامالي واشتغل في مهنة مش مهنتي انا ما تخلقتش عشان اقول وعلم ودرس معرفش انا تخلقت عشان امسك الالم وانقل اللي جواي على الورد انا بقول سانا تحوش فيها اللي محتاجين له وبعدين ارجع لأحلامك وامالك مرفت انا مستقبلي هنا في الكتابة وكل اللي مطلوب منك شوية صبر انت حر ايه يا حلو زعلانة ليه؟ النهاردة واحد في الشهر وصاحب البيت بعتلي جي ثلاث مرات انا حافة الناس يصرعت كده ليه؟ طب وما قلتلوش يستناني ليه؟ ما انا خبت يا بنتي لما تكوني شاوضت النهاردة ما لش ادي خمسة وعشرين جنيه اصلي دخلت جمعية بتلاتة جنيه كيف دي عليك يا بنتي؟ شلت الهمة من بادري؟ ولا يهمك يا ماما؟ بكرة تتعدل انا خش اشوف بابا؟ طيب يا حبيبتي وحشتيني يا احلى بابا في الدنيا اهلا يا حبيبتي الفيتامينات اللي قال عليها في الضحة يا بنتي وفاري في يوم الزاك ما فيش فايدة ما تقولش كده طب ده انت حتخف وتبقى زي الحصان انا مش مدايقني المرض انا زعلان علشانك انت انت مش كان نفسك في ولد؟ انا بقى الولد انت احلى بنوتة في الدنيا وازاي محمود؟ زي ما هو لسه بيحلم ويفكر في الروايات والندوات ما تشوفيها بنتي ايه بقولي له ان انا عايزة؟ ما لسه يا محمود هي معذورة لو ما كانش بتحبك ما كانش قيتلك كده ولا اعمل ايه؟ طب روى انت بس روى انت عشان تعرف تفكر وتكتب واول يا عم ما تخلص عشر قصص هتبقى عليك كتاب جديد لا 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 يا عم سمير كفاء الكتاب الاولاني اللي لسه ملاقح زي القتيل مش عايزك تفلس وتقفل المطبع يا سيدي بكرا الناس هتعرف امتك ويبقى اسمك زي الطبل وساعتها مش هنلاحق على طبع كدبك المهم دلوقت اسمح تفكر لها وحنتغدى ايه؟ وقعد انت بقى تروحك صلاحة لا ما عليش انا النهاردة مش فاضي هحضر بنادو تنجيب محفوظ انا بس هيك سبطان من العالمين وبعدين نوعد بقى يا بابا بلاش تشاؤه بقى دي الحقيقة هيك كده؟ اوه ببارك ببارك القبى الخارجة لو كنت خلفت ولد ما كانش هو الجنة زيها موصدش عليها يا محمد مربت اغلى حاجة عندك الدنيا انت كمان بقى داشت تصور غال يا عمد انتوا اه لو ايه تكتبوا انت ربنا يساني عمد شوك يا محمود يا عمد انا شايف انكم مش هتبضل تتفيدوا حياتكم اوه اوه جواز عايز مصري وادك شايف حالك ايه رأيك؟ انك تسافر فترة لأي بلد عربي تكونك الشين تبتدو بيه حياتك تبتوصود تحرجيني؟ ليه؟ كلام عمي عن السفر ده وجهة نظرك انت فيها ايه؟ ده حرس منه عشان حبنا يستمر ونقدر نبتدي حياتنا؟ انا مش فاهم ايه علاقة السفر بين حبنا يستمر تسمح تقولي يا محمود من غير فلوس هنبتدي حياتنا ازاي؟ هنعيش ازاي؟ هنلاقي شقة من اظهر المحاسبة والشغلة في البنوك خلو الحب من وجهة نظرك بقى مرتبط بالفلوس بمفهومك ده يبقى درستك للأدب والشعر ومعشرتك طول النهار للكتب والروايات خلو تفكيرك خيالي ملوش دعوة بالواقع محمود انا خايفة على حبنا والظروف اللي احنا فيها الحب عشان يعيش محتاج لاحساس وتطحية وعطاء الحب ملوش دعوة بظروف اجتماعية والاقتصادية عن اذنك اوف عيش هتأثر العمر ليه؟ مشوار البنك بيكلفني كل يوم اربعة وخمسين قرشة اربعة سخحق المواصلات رايح جاي وخمسين قرشة تمن الشراب خلاص الشراب ما بيستحملش لابسة في الوتوبيس المالي هتكفي ايه ولا ايه؟ ايه؟ مال؟ اتخنقنا تاني اتخنقته؟ امان لما تتجوزوا وتشوفوا مشاكل حقيقة على اصولهم هتعملوا ايه؟ وليه يا ملو؟ انت بتحبيه؟ اوه يا ملو محمود راكل رئينا حناية وابنة حلامة وانا مش عايز اخسر حسن بيه بقول يخلصوا زنات التحويل انا رايحانة دلوقتي ايه يا مربة خلصت المزولات؟ ايوه يا فندي جاهزة صباح الخير يا رياد بيه صباح النور يا رياد بيه صباح النور يا رياد بيه اه اتفضلي سريعا لو سمحت يا رياد بيه ليه تحويل جاي من المغرب؟ يا ترعوصل ولا لسه؟ احب اشوفه لحضرتك اتشكر ايه يا مربة انا عندي لكي خبر كويس قوي خير يا فندي انا عرشحتك لقسم الكمبيوتر متشكلة قوي يا فندي انا ما عملتش كده الا لكفاتك واتفانيك في العمل متشكلة قوي اي خدمة؟ لا فضل انت من تكونش ليه؟ ما فيش نفس لا اعرف بس انت بتفكر في ايه؟ المشكلة الغازلية مشكلة الفلوس ما لها بقى الفلوس دلوقتي؟ النهاردة عيد ملات مافت مش حادة اشوفها ليه؟ كان مفروض اقدم لها عادية بسيطة فسعها خرجها والنهاردة تمانية وعشرين هلا استبقى امها هي اللي غلطانا ما كانش قادر تستنى باول الشهر لو بتولدها اكيد خلي فوها شكو بزمتك دواتي اخزار ولا يهمك يا بحامي انا هدبرك تشين باي طريقة تسمح تاكل بقى؟ وانت في حضن احس ان كل ما تعب ومشاكل انتهت انا كمان سعيدة بس لووفرنا الفلوس وصيرنا فالبيت مش كان احسن بطالي بخل بقى ده مش بخل بس اللي حندفعه هناك كان نفعنا في حاجة للبيت ديلي لوحدة سيرناها خلينا نعيشها الحل الوحيد اني حسيبلكو الشقة وتروح فين؟ ماركش دعوة يا اخي اي حت يعني حتنام في الشارع مثلا وبعدين لانا ولما نرفت نقبل حل بالشكل ده طب ما تحاول في شغل الاسكان يا رجل ده بيعملوا شوق مخصوص تمليك للناس اللي عندها فلوس زي الكايد السيارة الشعبية مؤلفين جنيين طب اقولك يا محمود الجزارة اللي جنب المطبعة راجل صاحبه بيعزيني قبل وانا سامع انه بيبني امارة اكيد لو كلمناها هيكرمنا في شغل وهنا بقى الانطريق وفي الوش كده قط النوم والناحة ديكة محل الادم طيب وبعدين ايه المطلوب يا معلم مفيش هي شوية حاجات بسيطة كده ومبروك عليكم مش بقولك ايه المعلم حبيبي حاجات زي ايه يعني الخلو والمؤدم واللازي منه المعلم الخلو والمؤدم عارفينه انما اللازي منه ده يبقى ايه يا معلم الضمان ومصاريف التشطيب الضمان هو الخلو المطلوب قد ايه يا معلم كلت اهو ثلتمائة جنيه يعني اتباكوا استميع امان لو مكانش يعرفني كان عمل ايه وما يعملش كده ليه بدان في ناس بتدفع شوفوا بقى مفيش حل غير ان حبيقى المطبعه وبتمنى هدفعه خلاوه ايه؟ ايه اللي بتقوله بقى؟ يعني عشان نحل مشكلتنا احنا نحطها كتة في مشكلة اوه اوه عاسب يا أسطر ايه حريم ناسنا يا أسطر تاني واحدة شوف تبعدنا عن بعض الساهم وغاسب عننا انت ليه معارض ان سافر؟ انت زيت اتصور المهابة ان تسافل وحدك وتعيش بقربك ما هو لو انت سافرت هتبعد عن فنك وتموحك وده خسارك لكن لو انا سافرت مش هخصر حاكة بالعكس دي ترقية بالنسباتك يعني لازم حد فينا يسافر انا شايف ان ده الحل الوحيد خلاص انا هسافر انا وحشي انت كمان حتوحشي سمحني يا محمود انا السبب في سفرك معلش عشان مستقبلنا احنا الاثنين هتوحشني هتوحشني اوي عايزة بنا الجواب كل يوم كلمتين ليه وقصة قصيرة احاول حبتي كفا بقى حب يا استهد انت اقارت سمير مش هوصيك على مرفت ما تخافش مرفت دختي قول يوم كفا خلاص خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه هي الكويت بلاد جميلة غنية ونظر سريع من خلال السيارة إلى الفترينات التي تزدحم بأجمل الأزياء وأحدث الأجهزة وأثمن المقتنيات يشعر الجالس داخل السيارة أن أمامه الكثير من الحرمان والاغتراب بعيدا عن حبيبة قلبه وأن بئر البترول الذي نسمع به ليس وظيفة تنتظر المغدرب الذي جاء لتحسين أحواله المالية فالوظيفة تحتاج إلى بحث طويل ووقت كثير وحتى الآن لم أهتدي إليها ولكني ما زلت أحيا بالأمل من أجلك أنت يا حبيبتي فلم أهيأس رغم ما عرفته من أن الوظيفة التي جئت من أجلها إلى هنا قد ألغيت وأن علينا أنتظر بضعة شهور حتى تخلو وظيفة أخرى أنا عارفة هي بس متسددة من كل نحية كده ليه معلش يا بنتي شدة وتزول ما تعرفيش بكرة ربنا حيعمل إيه تصوري أنا ملاحظتش أنك مخطوة إلا من يومين اتنين بس مش معقولة يا فني أصله فيه عريس تقدملك وطلب مني أني أكلمك ما أنت عارفها؟ رياض بيه صاحب شركة استيراد وتصدير موقف محرق فعلا هو بيعتبرني أخ أكبر وبيسك فيه الحقيقة أنا سعبت جدا بالطلب ده لكن يستاهل بقى مهو بقى له يجيس هنا بيشوفك هنا في البنك ما طلبكيش ليه لكن أنا برضو يا فندم من سنة كنت مخطوبة ليه؟ وانت بالك أدي مخطوبة؟ تلت سنين ياه ده كتير قوي وهي لم أخركم كده ظروف ظروف؟ ظروف تاعدكم تلت سنين؟ هو خطيبي بيشتغلين؟ أمين مكتبة في دار الكتب آه عشان كده بقى اسمع يا بنتي الحياة اليومين دولا صعب قوي وعلشان واحد يتجوز اللازم له مصاريف كتير وحتى بعد ما يتجوز إنك تفكري بعقلك مش بقلبك بدل ما تندمي بعدين هو يروح شبابك هاضر والنبي كلام الأستاذ حسن هو المصبوط راجل عارف الدنيا مشي أزاي بتقولي إيه يا ماما؟ بقى أنا معقول أفكر أسيب محمود واروح يتجوز واحد عنده فلوس؟ فلوسه بس ده أنت بوصفك له أي واحدة تتمنى ومحمود مش وحش طيب وابن حلال وأنا كمان بحبه لكن الدنيا النهاردة دنيا فلوس يا بنتي حاجة كلها غل إلا البن آدم أنا وصحتك وإنتي حرة حابت مرفو مرفو أيوة يا مونيرة إيه مالك؟ سرحانة في إيه؟ تصوري المدير كلمني تاني في حكاية ريض بي تبقى الحكاية جد بيها هو فكرني إيه؟ شقة اللي يدفع أكتر يسكنها ونبنت عبيد الراجل عايز مصلحة يا ريتو كان عايز نانا برشي بس أنا اللي منحوسة أنت جنانت يا مونيرة أنا اللي مجلونة ولانت بقى واحدة عشان تشتريب وتجاز تعمل جمعين وترفض عريس عنده مئة ألف جنيه؟ مش ده المهم يا مونيرة فيه إيه أهم من ده؟ الحب حبك لمحمود حينته هيخلص عليه الفقر والعيشة الغمة ما تقوليش كده؟ ليه؟ هو خطيبك هيعيش كفين في بيت صاحبه ولا في بيتك أنت مع أهلي؟ اسمعي يا ميرفت محمود مهما جاب من البلد اللي راحها عمره ما حيكفي اللي انتو محتاجيني قبل ما انسى أنا لمانتلك الجماعي بقى فوت علي بعد الظهر في البيت قديك عرف الشارع والبيت اللي تحتين بقى أهلي عن إذنك مونيرة موجودة؟ أيها موجودة اتفضلي يا مونيرة مونيرة مين واحدة عزيك ميرفت أهلي أهلي يا ميرفت أزاي أسفل لو كنت جيت لك في وقت مش مناسب لا أمدا أعملتي مش غريبة اتعاد وعد في قط النوم عشان نبقى على حكمة صداك كويس انك عرفت تيجي ميرفت زميلتي في الباقي عمد الملع من جوزي فورت فعيد عمد نبقى تصوري اني فتكرت اللي فتح لي الباب جوزك؟ لا ده شوء أخوه هو عايش معاكم؟ يا ريت ده احنا اللي عايشين معاه هو وامه وابوه واخته وجوزه انا نازل اليوم نيرا مش عايزة حاجة؟ لا منشكها لما أخذي يا هانم أصلا عندي أوفرتايم مادرش يتأخر عليها عارفة يعني ايه أوفرتايم؟ بيرجع الشغل بعد الدهرة تاني؟ يا ريت بيروح القهوة كل يوم يلعب طولة ويرجع آخر الليل ومعاه 40-50 نيرش وقاه لو يوم رجح خسران تبقى ليلا نكت يعمل ايه؟ لقاها طريقة يستد بها الديوم بتاعت كل شهر يا خبر بالأمار؟ اسمعي يا مرفت انا وعبد المنعم كنا بنحب بعض ما كانش بيفوتني ولد ايه أو واحدة ودلوقتي مشاكل حياة خلتني مشوفوش خالص ولما بنقعد مع بعض يا امه سرحان يا امه ابنت خانب واعصاب نحنا الاتنين دايما مشدودة انا اخواتك يا مرفت معلش لكن صدقيني لو سبت العريس ده من ايدك حتندمي الحب بالظروف دي لازم انتي لا يا حبيبتي الحب هو الذي سيبقى وسنلتقي من جديد لنعيد لحبنا اللقاء والعناق والدفء ونحيا معا سعادتنا افتقدك يا حبيبتي افتقدك يا ملهمتي وما اكبر احتياجي اليك ولكن يبقى لي الامل في اليوم الذي اعود فيه واراكي واضمك الى صدري وعود ما فاتني من حرمان قبلاتي واشواقي حبيبتي لكن صدقيني لو سبت العريس ده من ايدك حتندمي الحب بالظروف دي لازم انتي ده مش عنده فلوسه بس ده رياض بوصفك له اي بنت تتمنىه محمود ابن حلال وكويس وانا كمان بحبه لكن النهاردة دنيا 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 فلوس كل حاجة غيت الا البناءات ان نصحتك يا بنتي وانت حر الحب شيء جميل بس نصحتي لك يا بنتي انك تفكري بعقلك مش بقلبك وانا بعدين حتندمي ويضيع شبابك هالر انا قاسب جدا يا مرد ما كنتش عارف انك مخطوبة لا معلش انا اصلي لما فكرت في الجواز بصراحة ما لقيتش غيرك حسيت انك هتكون الزوجة المناسبة ليه البنات كتير يا رياض بي والف وحدة تتمنىك انا ما عرفش ليه عندي امل برضي رغم اني مخطوبة ايه انا عارف ان كلامي ده يمكن اديقك لكن لازم اقولك جاهز لاني عارف اني مخط كبير لكن تأكدي ان انا هكون دايما تغيرك مالك بابا نعرف المستشفى اني مستشفى مستشفى الدكتور لبي بابا 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 ماله يا مابا ربنا معنا يا بنتي بابا 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 كلم يا بابا 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 مستشفى الوز وان اكثروا اوصافاوه والمعانية وما هو الا العين بالعين تلتقي وان وعو اسبابه والدواعية وعند الهوى موصوفه لا صفاتك اذا سالوني ما الهوا فأقلتم ما بينا ليس الأمر كما كنا نتوهن وسأكون صريحا معك يا حبيبتي فقد تركمت علي ديون كثيرة في الفترة التي قضيتها بلا عمل وعلي الآن أن أبدأ في سدادها وبعد الانتهاء منها سأحاول جاهدا تدبير المبالغ التي نحتاج إليها وتحقيق الهدف الذي من أجله جئت إلى هنا ولكن يا حبيبتي لا تغضبي فالحياة هنا تكلف الكثير وتستهلك الكثير من مرتبي الذي لا يكاد يفي باحتياجاتي ومع ذلك لن أفقد الأمل فقط أطلب منك يا حبيبتي الانتظار والصبر لثلاث سنوات تغيرت الظروف لا دعي للشقاء والاغتراب احضر حالا سمير مش هادك سداد إزاي ميرفا تعمل كده يا محمود اللي حصل ده من مصلحتك أنت عمرك ما هتخلص من الفقر اللي أنت فيه إلا بالموهبة اللي جواك أنا سفرت عشان سبت أحلامه مشتقبلي عشان أقدر أحافظ عليها ميرفا ضحية يا محمود أنت كنت عايزة تعمل إيه فضلت تحبك والظروف بتضغط عليها قومة لبقات ما ضعفت جوزت واحد الظروف كويس حكامش جديدة كل دقيقة بتنتهي قصة حب بالطريقة دي لو كانت بتحق كانت قدرت تتحمل الحب بيدي الإنسان قوة تخليها بريك يقوم أي ظروف طب تعال ننزلنا كله أرجوك سمير أنام محتاجة كنت وحدي أمرك وفي النهاية أيها القارئ العزيز وروايتي في سطورها الأخيرة فأجدني مشفقا عليها لقد تغيرت نظرتي الآن إلى موقفها وأراها بريئة تماما والمسؤولية تقع على الظروف التي واجهتها فما كانت لتستطيع أن تفعل غير ما فعلت وأراه حبا ما كان ليستمر في ظل ظروف بهذه القسوة نعم إنها الظروف وحكم أنت أيها القارئ لك أن تدين وأن تبرئ أما أنا فالآن أشفقت عليها ولكن فرق كبير كبير جدا بين الشفقة والحب وفي النهاية أترك لك أيها القارئ الحكم ولك أن تدين ولك أن تبرئ ولك أن ترحم وتلتمس الأعذار ترجمة نانسي قنقر ألو لو سمحت أديني غرفة اتنين واربعين سابرت النهاردة صبح يا فاندر أيها متقاتل لأنها دفعت حسابها طيب شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موت. موت. بقى الخير يا بقى حنفي. اهلان يا سمين. ازاي سمين. الله يكليه. الحمد لله على السلام. الله يسلم. ازاي. شكلك طبعا ما عملتش حاجة. على العقوم انا اللي غلطان. حكاة سكندريدي ما بقيتش تنفع ابدا. انا بعد كده حب احجزلك في تاهيتي في هونولولو في ميوركا. الرواية انتهت. بتقول ايه? رواية جوة في لودة. محمود الحاجات دي ما فيهاش هزار. انا اعصابي ما بقيتش تستعمل. تصدقني انا خلصت الرواية. ما اقول. بس كان نفسي انسانة معينة في قراها الاول. ايه الحكاية انا مش فهم حاجة. انسانة مرت زي الطيف. وفجأة. اختفت. ايا صاحبة الفضل في الرواية دي. اختفت. تشوفتها فين وعرفتها انته. كانت نازلة هنا في فلسطين. تصور اني ما عرفش عنها اكتر من اسمها الاولاني. الله. تبوز على انا قوي كده ليه? مادام كانت نازلة هنا نقدر نعرف عنها كل حاجة. الجنس انسان. السن مجهول. الحالة الاجتماعية ليست قانسة وليست متزوجة. يعني ايه? يعني ارمال كانت مجوزة واحد ظابط في الجيش. عنوانها يا سي دي. مم. مية وسبعتاشر شارع الجيزة. والتليفونها تونمية وخمسين متين اربعة واربعين. الو. مادام هالة موجودة. مين اللي عايزة يا فندي? اه لا الحقيقة مادام هالة مش موجودة. مش هارفة احترجع انت. مع السلامة. مين دا يا هالة? محمود صفوت. الكاتب. مش معقولة بطلبك ليه? يظهر انه عايزني ابقى بطلة من بطلات قصص. انا متأكد ان هي اللي بترد علي كل مرة. انت تخوت نفسك ليه? ما تنساها يا اخي. مش قادر يا سمير. في حاجة بتشديني للست جي. صدقني دي مجرد اوهام. ولاش تكبر الموضوع انت يا حبيبي مش ماقص. ايدك بقى على الرواية منفضلك عشان اطبعها. لا مش ممكن. لازم هي تقراها الاول قبل ما اطبعها. محمود انا مقايد بالتزامات وعندي ارتباطات. منفضلك انا كده انضر. تسمح تديها الرواية وانا قاعدك بشرف اني مش هبيع منها نسخة واحدة الا ما هي تقراها الاول. الا دي يا سمير. الرواية دي اصبحت جزء منها. وبعدين ما عاك يا جداع انت. انت حجيب الرواية ولا خلش اخدها بالبوليس. انت مش قادر تفهمنا يا سمير. طب تسمح تقول لي عملك ايه? اروح اخطفها لك واجبها لك لحد هنا. ارجوك يا سمير انا مش فيلك. ولا همك يا بحنافي. انا حخليك تشوف الست دي. ايه مش واثق فيها? انا زي ما جبت لك اصلها وفصلها. حخليك يا عم تشوفها بتنزل كل يوم من بيتها الساعة تمانية الصبح بالثانية. تروح تركب عربيتها. وتتحرك الساعة تمانية وعشرين ثانية بالزبط. تمانية ونص بالزبط. توصل النادي. الغريبة ان الساعة تسعة لربع بالثانية تلاقي الجرسون جايب لها فنجال الاهوة. تفضل هي تقرأ في الكتاب اللي معاها الحاد الساعة احداشر. عرفت بقى ساعتك المعد. بكرا الصبح الساعة احداشر حركت تكون في النادي. مفهوم؟ المصف. محدد الفاف.. ايوه يا امي نفسك مش شايفها يظهر الحكاية مش مسألة اعجابه بس قصدك ايه لا يعني من ناحيته طبعا ماشي انت الحيدي تعادي على الشي باي باي مادم هالك اهلني يا استاذ محمود عندي ليك امانة مش قادرة تصرف فيها امانة ايه الرواية اللي وعدتيني انك تيوريها ازي اصلي فيه ظروف خليتني سافرت تحب نتقابل ازاي عشان اديها لك هبعد لك حد ياخد طب بس هتعرف عنون ازاي زي ما عرفت نمر التليفوني مات هاته مات هاته مات هاته سافرت ازاي انتظار الان ما دام هلا أنا آسف جداً أفاد ما كنت أزعاجتك بس ما تتصوريش أنا قد إيه مستعجل أسمع رأيك في الرواية يا ترى لحي تتقريها طبعاً حقيقي رواية ممتازة لا مش مجاملة ما قدرتش أسيبها إيه لما كملتها طيب هل ممكن نقعد مع بعض أسمع رأيك بتفصيل أكتر أنت مش كل اللي يهمك أنك تعرف رأيك أنا ممكن أتكلم معك زي ما أنت عارض طب نتقابل ليه مش عارف أنا من ساعة ما شفتك وأنا حس أني أدور عليك إذا كان خيالك خلك تفتكر كده تبقى غلطان مش أنا الإنسان اللي بتحلم بيها خصوصاً بعد ما قريت روايتك ليه أنا وبطلتك أو وبطلت روايتك في حاجات لمنعنا مرتباط بيك ممكن أعرفها أنا أفضل أني أحتفظ بيها مش يمكن تعمل منها رواية أوعدك أني محدش هيعرفها غيري خايفة شفت إزاي أنه مش سهل على الواحد يقول اللي جواه أنا ما عنديش شجاعة الكاتب وبعدين حياتي ما تهمش حد غيري ولو قلتلك إن القلق حيقتلني لو ما عرفتهاش دي الدرجة دي أرجوك ألمهم أنا مرضاش أحرم قراءك من كاتب بيحبوه ولو إنك مش هتلاقي حاجة جديدة بحياتي أنا قبل ما تجاوز صلاح كنت ولا حاجة كان أبوه راجل غني عنده مصانع وشركات وكان بيسهد مجموعة من الطلبة الفقرة أنا كنت واحدة منه ولما تخرجت والده كان كريم جدا معايا وشغني في الشركة عنده أي لما أهزة بابا جوا بابا لازم حضرتك معظفة جديدة في الشركة أيوة هو حضرتك تبقى أيوة أيوة موجود تفضل وبسرعة حسينا إن إحنا كنا بندور على بعض وبسرعة حبني وحبيته لدرجة العبادة واتفقنا عالجواز ووقف صلاح ضد أهلته كانت والدته نفسها تجوزه بنت أختها لكن صلاح صمم واضطروا نومي وفقه عرفت معنى السعادة مع صلاح كانت أيامنا زي الحلم الجميل ما لها صلاح بالحوم حتى ما كان بيغيب عني بالميدان مدة طويلة كان بيبعد لي جوابات مع زميله موسيقى ولما بيرجع فاجزته كان بيعوضني عن الأيام اللي حسبني فيها الوحدي بحبه ورقته سنح الحمد لله يا حد ما كيوم مش عارف اللي حسيت بالخوف ما قلتلك ما تخفيش عمر الشاق بقي مش عارف اللي أنا المرة دي خايف عليك قوي يا سلاح ده شعور طبيعي يا حبيبتي ما انت كل ما بتموت فيها أكتر كل ما خوفك عليها بيزيد خلي بالك من نفسك يا سلاح اتطمني انا مش مستعدة ديك لقب أرمالها اخذ عليك يا سلاح ليه بدول كده يعني ساعتها مش هتنسى بالصلح وتفكري في حد تاني وتقولي الحية بقى من ميت مفيش حاجة ممكن تفرق بينها ولا الموت ولا الموت بقى لي أكتر من ثلاث سنين مستنيها لكن مرجعش ده معنى ان استشهد الصور الصحيش معي يعني لما قابلتك في اسكندرية كنت باحتفل لوحدي بهتك وزنك شفت يا استاذ محمود باني مش الإنسان اللي بتدور عليها بالعكس أنا خايف أجرح مشاعرك لو لتلك حيني تأكدت دلوقتي اني انتي ما كنتش قادرة تخيل اني فيه واحدة بالوفاء والإخلاص ده قاسف أحسن أكون لديتك قاسف أحسن أكون لديتك قاسف الست دي مفيش فايدة منها مش حادرة نسها سنين لا يعني المعروف إنا نحنش نقصين أهات وغرام ودموع وألام حضريةك لازم تنسها عشان تعرف تفكر وتشتغل افهمني يا سمير هلا بالنسبة لي مش إنسانة حبتها وبس هلا أصبحت معنى عشت طول عمري أدور عليه في رواياتي المعنى اللي خلفني في كتير وقالوا إن الشخصية دي ما بقلهاش وجود إلا في كتابات محمود صفودت أنا لقيتها لقيت رمز للوفاء عايش بيننا وموجود وتقول لي أنساها إزاي؟ يا عم محدش بيقولك أنساها افتكيرها زي ما أنت عايز بس على الأل اكتبها اكتبها أنا بتكلم فيه ولتا بتكلم فيه يا سمير طيب 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 عم حقك عليا حقك عليا اسمي أنا اللي لدي عم حصهارك صهارة تنسيك مؤقتا يعني اسمك سعب أل سمير موسيقى 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 المترجم للقناة 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 قصى عليك ما ديش حاجة ممكن تفرق بيننا ولا نموت ولا نموت مادام هالة موجودة مادام هالة سفرت ايوه سفرت النهاردة الصبح بلاد باني ما تعرفيش سفرت فين بالزبط ما قاليتش اتفاهم سفرت برا مصر برا مصر ايه اللي بيحصل ده بس لبارو سفرت فين بس لبارو سفرت فين بالزبط موسيقى 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 عربتي زي من هنا فاطمة عليك ما عائني حلفتها انها ما تقولكش هربتيلي ما كانش ممكن أعمل غير كده مش عايز أخوني تخوني مين الراجل داني كل حاجة انتي ما خنتهوش حبي لك خيانة لهم صلاح كان بيحمد ومش ممكن يرضى انك تعيشي وحيدا حمود أرجوك تقدر مشاعري أنا بحبك بس مش قادر أنساها أنا ما قلتش أنسي بس أنا اللي موجود دلوقتي عشان كده أنا هربت حسيت لأول مرة في حياتي إني ضعيفة قدامك قلت إيه حسيت لأول مرة في حياتي إني إيه دي يا محمود هلا أنا بدور عليك طول عم أنا بحبك ومش ممكن حسلك بعد ما لقيتك خلينا نحتفظ من معاني الحلوة دي ما أدرش أنا إنسان والحب دخله أنا نيه ساعات بتمر عليك لحظات بتحسي بها بتشاؤم أنت حسك كده دلوقتي؟ مجرد سوحي أنا عمر ما حسيت بتشاؤم حتى في الأوقات اللي كنت فيها مرفوض ككاتب كنت متأجد إن فيهم الأيام حاضر حقائي الأمل اللي بأحلم بيه الظروف اللي مرت بيه كان ممكن تحطمني لو تشاؤمت محمود حقيقي أنا بحبك قوي طيب ليه سألتني السؤال ده لأنني استكترت على نفسي السعادة لنايشة فيها دلوقتي خفت لا عملي تسبح الخير تسبح الخير خير هتنام بسرعة ليه؟ عشان هكلمك أو الموصلاتي طيب كلمني بسرعة حاضر تسبح على خير تسبح على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 في نهاية المؤتمر السابع للأدباء العرب يصر المؤتمر ان يهدي جائزته السنوية للأديب المصري محمود صفوة على روايته الاخيرة الحب امس واليوم والتي علج فيها الحب بنظرة جديدة تجمع بين الواقعية والرومانسية أستاذ محمود ايه تعليقك بمناسبة هذا التقدير الأدب الكبير لك؟ انا طبعا سعيد جدا بشكر سيد رئيس المؤتمر وكل الزملاء على هذا التقدير الأدب الكبير أستاذ محمود هل هناك إنسان ما أوحى لك بفكرة هذه القصة أبو معنى آخر هل هناك ملهمة لك؟ في هذه الرواية؟ ايوة فعلا وأنا بهديها الجائزة دي سلاح فيك سلاح فيك سلاح فيك سلاح فيك علو أيو 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 مين بيتكلم؟ أنا صلاح الحبيب صلاح صلاح مين؟ صلاح جوزك يا حبيبتي وحشاني وحشاني موت صلاح أنا مش مصداها نفسي أنت بتتكلم مين؟ أنت عيش؟ أنت عيش يا صلاح أنت بتتكلم مين؟ من اللي اسمع لي يا حبيبتي اسمعي حواصل أحمد السويس وجيلك وحشاني وحشاني موت نفس أشوفك استنيني مش هتأخر عليك مستنيات ما تتأخرش نفس أشوفك والمسك نفس أحس أنك رجعت لي بحقيقة محسلم ماتتلا ميتلا ماتتلا 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 انا عارفة انت بتفكري في ايه في المحمود الي干ي بكرا متصور انو هيجوازك انا صحيحا بيت محمود وادري نسيزني صلاح لفترة كان فيها صلاح ذكرى دلوقتي الظروف بغيرت صلاح رجل وبقى حقيقة اريتني ما قابلتها محمود اريتني ما شفته كان زمهي دلوقتي حقيقي يا سعد انثرة في العالم ما تفكرش في حاجة دلوقتي قومي يا حبيبتي يغسلي وشك انتي بتقولي ان صلاح زمانه قايل كل شي قايت حل هلا صلاح صلاح عمد الله السلام يا صلاح عمد الله السلام مش مصدق نفسي مش معاو عشتيني عشتيني انا مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي يا صلاح عشتيني 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 يا صلاح الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام يا صلاح صلاح أحيش تهيني أنت صحيح يا صلاح أنت صحيح يا صلاح صحيح جيد أنا مش بسدق نابت أنا خايف لكم بحرمة أنا مش بسدق عناية 3 سنين كل يوم بفكر فيك وأقول فكراني ولا نسيتني فكرك يا صلاح فكرك على طول يا طرح عايش وأقدر أشوفك تاني تعالي تعالي ارتاح ارتاحي صراحة احكيلي احكيلي كل اللي حصل ابدا بعد ما خلصنا المأمورية النارة فتحت علينا اتعورت في رجلي واحمد في كتفه ومن يومها واحنا في القسر اللي عارفنا انتصب بالصليب الأحمر ولا عارفت اطمينك علي خزارة كانت حاجات كتيرة اتغيرت بس انا اللي زال قطط بسبعة رواح اللي عاشت لغادي الوقت عشان اشوفك واتأكد من حبك وانك هتبضل مستنياني لغاية دلوقت والحمد لله تأكد الحمد لله الحمد لله تصوري لما وصلت احمد السويس ليه ان امراته متجوزة متجوزة لما عده تلات سنين وما رجعش افتكرته مات الجواز ده باطل لكن هو خلاص حيطلقها مش ممكن يعيش معاه بعد كده ايو بس هي معزورة هي كانت تعرف منين بس انه ممكن يرجع ما انا قلتله كده بس اللي بيحب ما يقدرش يفكر بعقله مهما كان ما يقدرش يغفر ومن وضعيش وقت ومن سفر اسكندرية خليك استراح النهاردة لا انا نفسه سافر وروح نعود اسبوع ولا شهر في فلسطين فاكرة خليهم هناك خليهم هناك خليهم هناك خليهم هناك خليهم هناك خليهم دلالع السلام يا أستاذ محمد الله يسهل لي معك سلام عليكم اسمع سمير أنا عايز أحلى فرح في الدنيا ما يمكش مصاريف ما حتش برده ما انت عارف التليفونية قولي بقى اي رأيك ده نورين يا تي ده ايه ده متفتكر يعجبها 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 قريتنا انا كنت هالا يا سيتي مبروك عليكم لا انا عروح لها بنفسي وحشاني جديد يلا بينا لا لا خليك انت واه يا سمير انا مش هتاخر خليك مش هتاخر عليك طيب مع السلامة ها هاي الدعاية عن الكتاب تنزل في داقة من بكرة أحرام وأخبار صفحة أخيرة مفهوم هاي صح طي يا صور ما فيش حد خالص في الشقر سألت البواب ما عندوش أي فكرة سايس الجراج بيقولي أن العربية ما باتيتش خالص مبارح في الجراج فكرة معي سامير ممكن تكون راحت فينا ما تكونش جايز سفرت هتسفر على فين اسكندرية مثلا تعمل إيه في اسكندرية ويعرف أن أنا جاي النهاردة يا سيدي تشمى هوا ما فيهاش حاجة دي جايز استنى هنا نعمل ترانك الأول ترانك يا أنا قدر استنى ترانكات يا محمود استنى مش معقول كده هلا أزال على الفاضي طب بس بحاجة اخامنا هفهومك يا محمود مساء الخير أهلي وفن مدام هالة عبد الرحمن نازل عندنا فن أيه قوضة كام الحقيقة ما عنديش فكرة مفيش حد بالاسمين متأكد طبعا طبعا ديني قوضة من فضلك طبعا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة مقدرتش وفت علي زي ما انا خيف عليك دلوقتي مهما حصل حدوضل دايما في قلبي مهما حصل انا اتصلت بالوقاندا قالولي انه تنقل المستشفى محمود تعباد قوي خليك جنبه انا لازم امشي بس اول ما يفوق خليه يكلمني ارجوك انا في لوكاندا فيه بسبب الحمد لله على السلامة متشكر قوي يا مرفت متقولش كده المهم صحتك هني عارف ان زلم دي كام بلاش عيداب دلوقتي انت كنت معزور مين عارف يا محمود يمكن يا ريت بس في حاجات كثير تغيرت هالة طلبت مني اطمنها عايزت تسمع صوته يا رأيك الو من فضلك قتل فلسطين الو لو سمحت ممكن اكلم مدام هالة عبد الرحمن عبد الرحمن ايو ممكن تكلمي الاستاذ محمود ايو محمود محمود ما يأس فعلة مش عايز مش عايز السبب لك انسى عاج تاني لكن مش نقدر امنع نفسي من الكلام نفسي اسمع صوتك يمكن لآخر مرة ما تقولش كده يا محمود كلامة بتاع العيني أنا ما كنتش خيالي لما حبيتك لكن في حقيقة وواقع أكبر مني ومنك الإنسان اللي عاش جواكي ثلاث سنين وحفظتيه في قلبك وكانك لغاية ما رجع عشان كده لازم أبعد رغم الألم اللي أنا فيه دلوقتي أنا حجيلك أنا حقولي صلاح أنا عايزة أجيلك اوعي يا أهلا اوعي تعملي كده احنا ما لناش نختار الحياة اخترتلك بداية انت كنت عاملة حسابها واخترتلي نهاية أنا ما عملتش حسابها ومع كده أنا بتمنى ربنا دايما يسعدك لإني حبيتك لآخر عمري لا يا محمود أنا السابق ليه خلتك تحبيه ليه كممكن أخلم أقتركم كده كممكن أرد ما تلوميش نفسك على كده لأن هي أغلى أيام عمري اللي ما بقاش فيها كتير محمود 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 أم موتا روحيا ومعنويا بمعنى هل مات حقيقة أم أن الفكرة التي يحملها هي التي ماتت رحلة النسيان ترجمة نانسيان